سيادة الدولة اللبنانية وحماية أمنها القومي من أضرع التدخل الخارجي هو أمر اقتضى قرارا حاسما من رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري والذي تقدم باستقلتي من الرياض بعد أن أصبح حزب الله دراعا لإيران يتحكم في مصير الشعب اللبناني ثماني دقائق لخص فيها سعد الحريري رئيس وزراء لبنان المستقيل أسباب رحيلة منهيا بها ثمانية أعوام من محاولات التسوية مع النظام السوري وحليفه الإيراني حين زار دمشق في زيارة تاريخية هي الأولى في 2009 بعد أربع سنوات من القطيع عقب مقتل والد رفيق الحريري الدقائق التي قدم فيها الحريري استقالته من الرياض أسست لمفهوم جديد لوضع لبنان فإن كانت الجغرافية تعرف لبنان بحدودها المرتبطة بفلسطين وسوريا إلا أن الواقع يقدم مفهوما جديدا عن لبنان يشكل ملامحه فصيل مسلح يمثل ذراعا سياسيا لإيران بالأضافة إلى فصائل وتنظيمات إرهابية أخرى ترسم خريطة الصراع في لبنان ورغم محاولات التسوية التي جرت قبل أعوام إلا أن سلوك حزب الله لم يتغير فداخليا لا يزال الحزب مسيطرا على مقدرات لبنان ويتدخل في صناعة القرار وخارجيا لا يزال تصعيد ضد السعودية وأمن الخليج مستمرا آخر هذه المحاولات ما أعلنت عنه أسلطة السعودية بشأن تزويد إيران لميليشيات الحوثي بالصواريخ الباليستية والتي واجهت أحدها قبل أيام صوبة مطر الرياض الرئيس اللبناني ميشيل عون الذي يشغل منصبا ظل فارغا طيلة عامين ونصف تعاملا مع الاستقالة وكأنها لم تكن إذ وصل اجتماعاته مع قوى الثامن من أذار التي تضم حزب الله والمتحالفين معه مطالبا بعودة الحريري في لبنان ورغم أن الأخير تحدث عن تقارير تؤكد استهدافه واحتمالية اغتياله إلا أن الرئيس ورئيس البرلمان نبيه بري أكد استمرار الحكومة في عملها ذراع مسلح يحقق لإيران رغباتها في المنطقة ممثلا في حزب الله الذي كان ولا يزال يرفض المغامرة بمقاره العام الذي صار لبنان كله يقابله رئيس لم يتمكن حتى الآن من تحقيق أسباب التوافق التي أتت به إلى سدة الحكم ووضع مضطرب على الحدود خاصة في عرسال أمور تشير في مجملها إلى أن لبنان لم يعد قادرا على تحمل حزب الله أكثر مما مضى وأن إصرار الحزب على الدمج بين حمل السلاح ورفض مفهوم الدولة الوطنية قد يعصف باستقرارها وأمن المنطقة